السلام عليكم أخوتي طلاب الصف الأول المتوسط بهذا الفيديو راح نقرأ ونترجم ونجاوب على بعض الأسئلة بصفحة 25 بكتاب الطالب شنو عنوان القصة؟ عنوان القصة يوم السنة الجديدة في لندن أو يوم السنة الجديد في لندن استمع أقرأ واكتشف معناها أكمالا في صوتي نجد دن الأسئلة نشوفهم شنو دن الأسئلة ماذا رأى ياسر من قمة العجلة؟ هذا الدولاب الهواء يسمونه العجلة هذا ويل احنا نقول ويل من صعدة وفوق شاف بس ثلج وغيوم بيضاء يعني بس ثلج وغيوم بيض انت بتجواب اش تكتب؟ قول سنو يعني ثلج and white cloud هذا السؤال الثاني أخوان إلى أكثر من جواب وراء ما نقرأ القصة ونكمل راح أخلي لك أكثر من جواب وانت اختار الجواب اللي تريده أوكي؟ نجل القصة ونقراها I'll never forget I'll هاي اختصار مال I will الاختصار مالتها يصير I'll سوف لن أنسى أبدا January the first يعني لن أنسى أبدا الأول من يناير I was in London كنت في لندن with my parents مع والدي and older sister وأختي الأكبر يعني أختها الأكبر ما عنده شي اسمها؟ هالة هذا اسمها يجيك السؤالي قل لك ويا من كان ياسر بلندن قول with his parents and older sister ويا أهلة وأختها تشبيرة we wanted أردنا to go للذهاب on the London eye أردنا الذهاب على عين لندن شن هي هاي عين لندن هاي أخوان هذا الدولاب ما الهوى يسمونه عين لندن لأن كلش عالي ومن خلاله تقدر شوف لندن أوكي that's a big wheel هذا التعريف مالتها that's a big wheel يعني اللي هي عجلة كبيرة يعني دولاب شبير that takes you up in the year above لندن above لندن مثل ما قلت لكم هذا تعريفها التي هي عجلة كبيرة تأخذك أعلى لندن في الهوى أوكي it is one hundred thirty five meters 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 يعني هي 135 متر high معناها 135 متر ارتفاع يعني الارتفاع مالتها 135 متر خاف المدرسين يسئلوكم يقول له كابش قدرت تفاح قل 135 متر and is next to the river thames وبجانب النهر thames اخوان هذا النهر thames مشهور هذا بانجل ترى احنا نسمي نهر the times فانت اكتب thames بالترجمة او اكتب نهر the times او نهر the times مو مشكلة people say that the view from the top is fantastic يعني الناس يقولون المنظر او الرؤية من الاعلى هي رائعة you can see تستطيع ان ترى all over london كل ما هو حول لندن يعني تستطيع ان ترى كل ما هو حول لندن and london is over 80 kilometers wide ولندن هي ما يزيد عن 80 كيلومتر عرض يعني بالعرض 80 كيلومتر يعني بالعرض ما يزيد عن 80 كيلومتر we went out after breakfast مو breakfast breakfast خرجنا بعد الافطار it was cloudy هو كان غائم شين هو الجو كان غائم and cold وبارد there were not many people in the street لم يكن هنالك العديد من الناس في الشارع ليش شكوا خنشوف شكوا because the evening before لأن المساء السابق يعني المساء اللي قبل هذا شكوا شبيه المساء اللي قبل هذا خنشوف شكوا was new year's eve كان ليلة رأس السنة يجيك سؤال يقلك ليش ما كان أكو ناس بالشارع جوابك راح يكون من because لحد هذا كله يعني المساء اللي قبل هذا كان ليلة رأس السنة هذا تعريف ليلة رأس السنة خنشوف شنو تعريفه the last day of the old year آخر يوم من السنة القديمة on new year's eve على ليلة رأس السنة يعني القصد بليلة رأس السنة people there have a party الناس هناك يقيمون حفلة يسوون حفلة حج they visit friends هم يزورون الأصدقاء or walk round the streets أو يمشون حول الشوارع يجيك السؤال يقل لك يا با الناس شي يسوون بليلة رأس السنة جوابك هنا راح يكون طويل كلش بس تقدر تختصر مثلا تقول people there have a party الناس هناك يقيمون حفلة جوابك صحيح تريد تكتب من أنا لحد هنا لحد هاي هم جوابك مو مشكلة جوابك صحيح ودقيق وسليل ما بايشي تريد تقول they visit friends or walk round the streets يعني هم يزورون الأصدقاء أو يمشون حول الشوارع هم جوابك صحيح هاي على يا سؤال على السؤال اللي الناس شي سوون هناك بليلة راس السنة شي سوون هذا راح يكون جوابك نكمل بعد وشوف شو عندنا at midnight at midnight في منتصف الليل they hold hands يمسكون الأيادي and sing a special song ويغنون أغنية مميزة مثل ما قلت لكم السؤال اللي يقلك شي سوون الناس بليلة راس السنة تقدر تجاوب مننا لحد هنا أو تقدر تختصر أنت وشوف المدرسين مالتكم وشطوكم شنو من جواب سهل عليكم they go to bad light هم يذهبون إلى الفراش متأخرين إذا المدرسين سئلوكم قلوكم ليش يذهبون إلى الفراش متأخرين بليلة ثلاث السنة قل because at midnight لأن في منتصف الليل they hold hands and sing a special song لأن بمنتصف الليل يمسكون الأيادي ويغنون أغنية وميزة يظلون سهرانين نجي نكمل نشوف بعد إش عدنا at the london eye في عين london يعني hi we got into one of the cabins دخلنا في إحدى الكابينات يعني وحدة من ذني أوكي وحدة من ذني as the door closed من انغلق الباب يا باب الباب ما الكابينا هذا أوكي it started to snow بدأت تثلج أو بدأ يثلج شن هو الطقس الجو look هالة يعني انظري هالة it's snowing إنها تثلج يعني قلها باوع هالة جاي قام من ذبح لوب i shouted أنا صرخت يعني هو صاحب صوت عالي قالها هالة باوع قام من ذبح لوب خاف يجيكم سؤال من اللي جاي يسوري في القصة قولوا ياسر بدأنا بالارتفاع أعلى وأعلى عندما ذهبنا أعلى وأعلى يعني هالة قام تصعد بيهم هيج the snow got thicker and thicker الثلج أصبح أسمك وأسمك يعني صار سميك الثلج يعني قام يكبر عندما وصلنا the top عندما وصلنا القمة يعني من صار فوق كل هاي هنانا هذا ياسر هاي هاله we could see nothing but snow لم نتمكن من رؤية شيء سوى الثلج يعني ما يقدرون نشوفون شيء غير الثلج we could not see the ground لم نستطع نرى الأرض يعني القاء بعد ما يشوفوها صار عالين كلش we could not see the famous view لم نستطع أن نرى المنظر الشهير only snow فقط ثلج يعني يشوفون يشوفون بس ثلج تذكرون السؤال اللي أول جوابنا عليه يشوفون بس ثلج وغيم أبيض تعال خنشوف الغيم الأبيض وين we were in a white cloud كنا كنا في غيمة بيضاء يعني يشوفون بس الغيمة البيضة والثلج أوكي are you frightened 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 مو frightened frightened هل أنت خائفة هالا I asked أنا سألت no she said لا هي قالت are you هل أنت يعني القصد هل أنت خائف I said nothing أنا قلت لا شي يعني القصد ما قال شي mom and dad أمي وأبي said nothing قالوا لا شي يعني هم ما قالوا شي سكتوا the wheel turned slowly العجلة تحولت ببطء يعني القصد قامت تنزل and took us back to the ground وأعادتنا إلى الأرض يعني رجعتهم خدتهم رجعتهم للأرض أوكي it was still snowing كان لا يزال يثلج it snowed all day هو أثلج طوال اليوم no i'll never forget لا سوف لن أنسى new year's day in london يوم يوم السنة الجديد في لندن خلنجاوب هذا السؤال ونرجع للسؤال الثاني اللي بالبداية هنا قال إنه would you like to go on the london eye هل ترغب بالذهاب إلى عين لندن تريد تروح هنا إذا تريد تروح قول yes i would نعم أنا أرغب إذا ما تريد تروح قول no i would not أوكي بالاختصار i wouldn't نرجع للسؤال الثاني أخوان راح أخليكم مجموعة أجوبة للسؤال الثاني مجموعة أجوبة هنا وترجمتهم للسؤال الثاني راح أخليهن لكم هنا وانت حسب ما فهمت القصة اختار الجواب اللي تريده من عندهم وخليه أوكي so thank you goodbye see ya اشتركوا في القناة